كامل شاب أصيب في عمر الرابعة عشر جراء مخلفات الألغام التي تنتشر هنا وهناك في شمال الأردن من بقايا حروب الماضي فقد كامل قدمه لينضم إلى كثيرين باتوا يصنفون ضمن ذوي الإعاقة لكن الإرادة دفعته للعمل منذ صغره في الأطراف الصناعية لمساعدة تلك الفئة شمال الأردن فقدت رجلي يسار ولاحقا ما شوفت حالي غير مكرس حياتي لخدمة هذا الموضوع البتر وضحايا الألغام وتخصصت بالأطراف الصناعية بالتمانينات وعلى مدى ثلاثة أيام يبحث المؤتمر العالمي لمساعدة ضحايا الألغام ومخلفات الحرب كيفية تعزيز المساعدة لهذه الفئة وتحسين التأهيل في البلدان المتضررة للأسف أنه في فئة قليلة من الإخوان الذوي الإعاقة هم يعانوا من ناحية اكتئام من ناحية المجتمع نظرتهم فهذه الأمور سننسقها ونحاول نركز عليها بشكل كثير وخاصة حقوقهم ونبينهم شو حقوقهم إن شاء الله أنه تعتمد التوصيات للمؤتمر هذا لأنه في مؤتمر مراجعة في شهر 11 في أوسلو التحدي الأول هو وجود ألغام ما زالت في مناطق غير معروفة وما زالت هذه المناطق مناطق زرعية وبتأدي لانفجارات بين فترة وفترة بيكون طبعا ضحاياها سكان المنطقة السكنين هناك والسبب الأخطر والسبب آخر أخطر وهو انتشار الألغام أو الكنابل الغير قابل للانفجار أو التي لم تنفجر نتيجة الحروب هذه ممكن تأدي انفجارها لتدمير بيوت وتدمير مناطق وخلال المؤتمر تعرض جهود الاتحاد الأوروبي وعدة منظمات من أجل الحد من الإصابات الناجمة عن مخلفات الألغام في مختلف الدول ومنها قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويصدر عن هذا المؤتمر توصيات لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة في مختلف بلدان العالم في الوقت الذي يعد القانون الأردني من أفضل التشريعات التي تعنى بذوي الإعاقة في العالم ترجمة نانسي قنقر